بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هناك أحاديث كثيرة كثيرة غزيرة جدا كلها مليئة بالإعجاز العلمي اليوم سأتأمل معكم حديثا نبويا مذهلا بالفعل ولم يتم اكتشاف أسرار هذا الحديث إلا مؤخرا دعونا نتأمل أولا هذه الدراسة العلمية وكيف أن العلماء في الغرب يحاولون إيجاد لظاهرة بدأت تكثر وهي السرطان المري دعونا نتأمل دراسة حديثة نشرت تؤكد أن شرب الشاي الحار جدا يمكن أن يسبب سرطان المري مع أن السبب الرئيسي لهذا السرطان كان الدخان والكحول معا وتقول الدراسة ودراسات أخرى أيضا أن تبريد الطعام قبل تناوله هو أمر جيد طبعا ليس إلى درجة تجمد أو قريبة منها بل يفضل تناول الطعام والشراب بدرجة حرارة معتدلة وتقول الدراسة أن الإدمان على تناول الطعام والشراب الحار أو الساخن يهيئ خلايا الجسم لحدوث السرطان وبخاصة في الجهاز الهضمي وقد تمت مراجعة عشرات الدراسات السابقة وتبين أن الطعام الحار يؤثر سلبيا على جسم الإنسان ويرتبط بسرطان المعي حبيبنا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أبرد الطعام فإن الحار أي ساخن فإن الحار لا بركة فيه سبحان الله يعني حديث بسيط خالي من التعقيدات خالي من المصطلحات العلمية بكل بساطة قال لك الطعام الحار أو الساخن لا بركة فيه قد يؤدي بك إلى المرض قد يؤدي بك إلى أن ترهق جسدك قد يؤدي بك إلى سرطانات خبيثة أنت في غنى عنها لذلك انظروا أيها الأحبة هذا الأسلوب اللطيف الرحيم من النبي عليه الصلاة والسلام كيف يحدثنا بكل بساطة ويقول لنا ابتعدوا عن الطعام الحار أو الساخن لأن الحار لا بركة فيه وأبرد الطعام وأنا أتساءل دائما يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطينا هذه التوجيهات النبوية الشريفة والله ليست من عنده بل هي من عند الله قال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيدين